بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله قبل ما تشوف الفيديو متنساش تبعث الفيديو لكل صحابك وتعمل لايك واشتراك في القناة على قناتنا محمد ماهر بنقدم الشرح والحل والمراجعة مجانا من غير ولا جنيه بنبزل مجهود جبار يا جماعة و بنحل أكتر من كتاب و بنشرح بأبسط وأفضل شرح ممكن تشوفه على نت لو تعرف حد في أولى أو تانية أو تالتة سنوي أو أولى أو تانية أو تالتة عدادي لازم تبعث له القناة بكده انت هتساعده ان هو يتفوق في اللغة العربية ويتقنها وكمان هتساعدنا ان احنا نكمل ونوصل لكل طالب في مصر صلى وعصول الله عليه الصلاة والسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عصول الله نهاردة شباب نهاردة بقيت نزاكن مع بعض الفصل السابع من قصة شابية الدور الدرس اسمه يا جماعة أو الفصل اسمه انتفاضة الشعب ايه ده هو شباب انتفاضة؟ اه هيعمله زي صورة كده بقولك هزل فرحه جماعة الإصلاح والوحدة بنجاة ناجم الدين فرحه النجم الدين الحمد للين نجا من داود واقبل بعضهم على بعض المهنئة ان بيبركوا البعض واجتمعوا ساعدها في دار الأماش وجعلوا يقلبون الرأي قالوا هنساعد ازاي نجم الدين وازاي هنبطل الكيد بتاع السابع السابع سوداء دي واتفقوا على ان تشبه صورة عنيفة في مصر يجب ان نعمل صورة عنيفة في مصر حين يخرج العادل للقاء نجم الدين اول ما العادل يروح يخرج عشان يقابل نجم الدين ساعدها هنعمل الصورة ساعتها السابع دي تلجي العادل للعودة سريعا دون ان يواصل لازم يرجع تاني لمصر ساعتها بقى خرجوا يدعون الناس سرا الى ما اتفقوا عليه ويبصرونهم يجب على الشعب ان يصنعوا يتفقوا يعملوا ايه عشان يتخلصوا من الحكام الظالمين ويبينون لهم ان البلادة ملك للشعب البلد ملك الشعب والحاكم ده نائب عن الشعب يعني مش راجل هو صاحب البلد لا فإن ظلمة او انحرفة واجب خلعه وهو تولد من يصلح نجي بواحد تاني يقدر وان السكوت على جور الحكام ظلم الحكام دي حاجة لا يؤكدها الشرع بل يعتبر الساكت على الظلم شريكا فيه اللي يسكت على الظلم يعتبر بيشارك فيه هو في مكان اماما احد القصور بالقاهرة كان الأمراء الكاملية قالك نسبة الى الملكي الكامل دول يعني أمراء قالك معتدلون مخلصون الأمراء الكويسين يعني الأمراء الكويسين دول أغيروهم من الصاختين على العادل والحاشية بتاعته قاعدوا بيفكروا في الموقف وقالوا هنعمل ايه؟ بيفكروا يشوفوا هيعملوا ايه؟ ساعتها ايه اللي حصل؟ قالوا هذين انتقم من العادل ده ونخلص يعني الدولة وانصرا فيها عن شؤون الدولة واحتجابها على الناس وترك الزمام للحاشية التي تتجرق باسم يعني من آخر كده الرجل ده قاعد لوحده العادل ده وسيب الحاشية بتاعته او الناس بتاعته يعني يبواظوا البلد زي ما هم عايزين بيفردوا درائب وبيعملوا بجرائم وبيعملوا اي حاجة وبيصرفوا دنانير وآلاف الدنانير على اي حاجة ما لديش اي لازم مهم ساعتها ايه اللي حصل؟ اتفقوا على خلع العادل والقبض عليه وإرسال بعض الأمراء والكبراء لنجم الدين عشان يسرع في الدخول إلى مصر وعندما بلغ النجم الدين ما اتفقت عليه سوداء والصالح اسماعيل لم يعرف ان هم عايزين يحصلوا يا جماعة خاف ان يحصل بينهم عمل ايه ساعتها؟ اخذوا يفكر كيف يخرج بين هذا المأذق؟ ساعتها ايه اللي حصل يا عم الحاجة؟ شجل الدور قلت له ايه لا اظن شعب مصر يسكت على العادل يقول له اكيد شعب مصر مش هيسكت على اللي بيحصل وقد حدستني يا مولايا طويلا وحدستني يا مولايا طويلا عن هذا الشعب العظيم انت كلمتني كتير قوي عن هذا الشعب وازاي هو بيصبر لكن مش هيسكت خالص عن حقه او الشخص عايز يحتلنا الشخص الظالم ولما يطل بهم الحديث فقد جاء الامراء والذين ارسلوا ايه نجم الدين الامراء جملة نجم الدين هم بعدين او بكر القماش جاء يخبره بعزم الشعب جاء يقوله ان الشعب سيعمل ثورة فسري عن نجم الدين وزالة همه يعني فرح اوي والهم بتاعه نزاح وبعد غدا كان نجم الدين بيقطع الطريق نحية مصر او بكر القماش وامراء الممليك وبعد كبار مصر وداود طبعا صاحب الكارك يفكر في السمن الذي يظنه انه سيقبض وحين يبلغ مصر وفاك انه لم يوصل مصر نجم الدين هيكريم هنشوف اللي يحصل ايه وهودج شجرة الدر الهودج اللي هو يا جمال هودج اللي هو يعني زي خيمة يهتزوا معلنا الفرحة للتملأ والافئدة حتى دخل الموكب الرملة بين العريشي والعباسة يعني دخلوا سينا يعتبر فقابلتهم وفود مصر محيية مهنئة ولم ينزلوا منزل الا قد قدم عليهم طائفة من امراء ومن الشعب اول ما يروح حتى الناس كلها تفرح بيهم حتى نزلوا بالبيس بالبيس دي موجودة في الشرقية الوقتي المهم وعلى الرمال الصفراء المنبسطة هناك كانت مضارب الجيش المصري تخفق فوقها الاعلام امامها صفوف من الجند يعني الجنود وقفينهم وقفت تستقبل ملك الصالح نجم الدين طبولها تدق وهتافوها يرتفع عنان السماء الجيش واقفه ونجم الدين وداود يمشيان بينهما لحد ما راحوا خيمة كبيرة حولها جنود أشداء ومن باب هذه الخيمة رأى نجم الدين أخاه العادلة في وسطها الحمد لله لقوا العادل مكبلا بالأغلال يعني الكلب شات في ايده الحمد لله زليلا فاقد الحول مش قادر يعمل حاجة فلوى عنه وجهه وهو يقول معتبرا يعني الكلب لا يبصش عليه وساعتها قال لي قال هذا جزاء الظالمين العابسين بأموال الناس ودماءهم وأعرضهم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ده حديث للرسول ربنا يعني بيمهي للظالم يعمل لهو عايزه لحد ما ياخده مرة ومش هيفلته ولم يتمهل وألقى أمره بالرحيل للقاهرة فتحرك الجيش وصهرت الخيول واهتزت الهوادج وقلب نجم الدين يخفقه بالفرح يعني قلبه عمال فرحان وقلب شجر الدر يفيض بالحبور استعادة توده لو طار بها الهودج عايزت تطير عشان تلحق توصل بسرعة لسوداء بنت الفقيه قبل ما تجري قبل ايه قبل ما تهرب وبكده يا معنكم خلصنا نفصل السابع وبإذن الله في حلقة جاي نحل تدريبات عليه ونكمل شرح القصة سبحانك اللهم وحمدك نشهد اللي إله إلا أنت نستغفرك ومتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته